على صعيد التسويق الفعاليات نحن عندنا الآن إن شاء الله لنهاية هذا العام وإذا مشت الأمور بدل ما الكل يشد له عندنا 13 فعالية كبيرة سواء الهيئة مشاركة فيه أو الهيئات الثانية في داخل البحرين بتكون عليها هذه الفعاليات هي اللي بتنشط وبتشاء هذه وتشجع السياحة الوافدة إلى البحرين بجانب عندنا مين إذنس مين إذنس في داخل البحرين بالون شورد نيوير إذنس ميوز إلى آخر عندنا الله يسلمكم طبعا تدرون اللي هو المركز البحرين الانترناشنال ايكزبيشن ان كونفينشن سنتر دي نيو وهو طبعا إن شاء الله كل التوجه أن يكون في نهاية الربع الثاني من العام القادم يكون جاهز جاهز ليس بس من أكبر المرافق وإلى آخر وكذا جاهز حتى حق التكنولوجيا الحديثة مثل ما تفضل أستاذ مكناس نحن ما يعني الآن لما تقول أنه عندي أكبر قاعة في العالم وأكبر كذا وبعد الجائحة هذا الكلام ما يشكل شيء كيف أنه أنت هذه القاعات الجديدة وهذه الأماكن نتعطيها the latest equipment of technology عساس اللي موجود في ألاسكا يكون حاضر عندك واللي موجود في جابان يكون موجود عندك وإلى آخره فالهاي تكنولوجيا هاي هذه هي الأماكن زائد المكان اللي يعني يشيل من الأعراس إلى المؤتمرات وإلى آخره فهذه طبعا هذه كان يعني كان حاجة مستمرة يعني حاجة ماسة نحن نحتاج لها وإن شاء الله بيكون متوافر عندنا الله يسلم عندنا الله يسلمكم قلالي بيج اللي هو الواجهة لواجهة البحرية في قلالي والووتر فرونت إن شاء الله بيكون مع الربع مع نهاية العام القادم قلالي بيج بيكون جاهز عندنا القوس القوس والووتر فرونت اللي هو الواجهة البحرية للقوس اللي هو ما بين الجسر ملك شيخ حمد وجسر شيخ عيسى جهة محرك ويكون إن شاء الله يكون جاهز مع نهاية عام الفين واربع وعشرين أو يعني خلنقول في الربع الرابع من اربع وعشرين وناهيكم عن البحرين بي البحرين بي اللي هو نتوقع إن شاء الله مع نهاية الفين واثنين وعشرين اللي هو العهدي إن يكون هذا إن يكون في واجهات بحرية للعامة ولل سيكتر